فأنت عندك كده كأنك بتركب مكعبات هنا في كلمة ثابتة في الأربع اختصارات وهي ولنشير ليها بالحرف وبعد كده تركب عادي نحط لو عاوزين نقول علوي و لو عاوزين نقول سفلي ونحدد إذا كان يمين أو شمال وهتلقي في أي اختصار لازم تكون حروف الاختصار مكونة من حروف الكلمة الأصلية الربع البطني العلوي الأيسر الربع البطني السفلي الأيسر الربع البطني العلوي الأيمن الربع البطني السفلي الأيمن التهاب المجاري البولية UTIs are common infections that happen when bacteria, often from the skin or rectum, enter the urethra and infect the urinary tract. The infections can affect several parts of the urinary tract, but the most common type is a bladder infection, cystitis. Kidney infection, pyelonephritis, is another type of UTI. They're less common, but more serious than bladder infections. Some people are at higher risk of getting a UTI. UTIs are more common in females because their erytheris are shorter and closer to the rectum. This makes it easier for bacteria to enter the urinary tract. عدوى المسالك البولية هي عدوى شائعة تحدث عندما تدخل للبكتيريا غالبا من الجلد أو المستقيم إلى مجرى البول وتصيب المسالك البولية. يمكن أن تؤثر العدوى على عدة أجزاء من المسالك البولية، ولكن النوع الأكثر شيوعا هو عدوى المثانة، التهاب المثانة. عدوى الكلي، التهاب الحويضة والكلية هي نوع آخر من التهاب المسالك البولية. إنها أقل شيوعا، ولكنها أكثر خطورة من التهابات المثانة. بعض الناس أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية. تعد عدوى المسالك البولية أكثر شيوعا عند الإناث لأن مجرى البول أقصر وأقرب إلى المستقيم وهذا يسهل على البكتيريا دخول المسالك البولية اختبارات وظائف الكلية قد يو F R G F R تقيس اختبارات وظائف الكل مدى كفاءة عمل للكليتين تتحقق معظم هذه الاختبارات من مدى كفاءة الكليتين في إزالة النفايات من نظامك قد يتضمن الاختبار الكل فحص الدم أو عينة بول على مدار 24 ساعة أو كليهما عادة ما تحصل على نتائج الاختبار في نفس اليوم أو في غضون أيام قليلة اختبارات وظائف الكل هي اختبارات البول أو الدم التي تقيم مدى كفاءة عمل الكليتين تقيس معظم هذه الاختبارات معدل الترشيح الكببي GFR يقوم GFR بتقييم مدى كفاءة الكليتين في إزالة النفايات من نظامك يعد الفشل للكلوي الحد بالإنجليزية إيكيوترين الفالير أحد المشاكل الشائعة عند حديث الولادة وقد يبدأ لدى الجنين قبل الولادة ومن أسبابه الأمراض الخلقية مثل خلل التنسج الكلوي أو اعتلال المسالك البولية الانسدادي اختبارات وظائف الكبب Liver function tests or blood tests used to help find the cause of your symptoms and monitor liver disease or damage The tests measure the levels of certain enzymes and proteins in your blood Some of these tests measure how well the liver is performing its regular functions of producing protein and clearing bulrubin, a blood waste product Other liver function tests measure enzymes that liver cells release in response to damage or disease Irregular liver function test results don't always mean liver disease اختبارات وظائف الكبد هي اختبارات دم تستخدم للمساعدة في العثور على سبب الاعراض ومراقبة امراض الكبد او تلفه تقيس الاختبارات مستويات بعض الانزيمات والبروتينات في الدم تقيس بعض هذه الاختبارات مدى جودة اداء الكبد لوظائفه المعتادة في انتاج البروتين وازالة البليروبين وهو احد منتجات فضلات الدم تقيس اختبارات وظائف الكبد الاخرى الانزيمات التي تطلقها خلايا الكبد استجابة للضرر او المرض نتائج اختبار وظائف الكبد غير المنتظمة لا تعني دائما مرض الكبد عادة ما يقوم احد اعضاء فريق الرعاية الصحية الخاص بك بشرح نتائجك وما تعنيه نتائج اختبارات وظائف الكبد لالقاء والاسهال العديد من الاسباب المحتملة ولكن الفيروسات والتسمم الغذائي والادوية شائعة اذا كانت الاعراض متكررة وتحدث بعد الوجبات فقد يكون الشخص يعاني من عدم تحمل الطعام او الحساسية ومع ذلك فان بعض اسباب القيء والاسهال اكثر خطورة يجب على الاشخاص الذين يعانون من الام شديدة واعراض الجفاف والقيء المزمن او الاسهال طلب المساعدة من الطبيب متلازمة الضيق التنفسية الحد تحدث متلازمة الضائقة التنفسية الحد عندما يتراكم السائل في الاكياس الهوائية المرنة الصغيرة في رئتي يمنع السائل رئتيك من الامتلاء بكمية كافية من الهواء مما يعني وصول كمية اقل من الاكسوبين الى مجرى الدم الغسيل البريتوني غسيل البريتوني هو علاج للفشل الكلوي يستخدم بطانة البطن أو البطن لتصفية الدم داخل جسمك يطلق مقدم الرعاية الصحية على هذه البطانة اسم الصفة قبل بضعة اسابيع من بدء غسيل الكل البريتوني يضع الجراح انبوبا ناعما يسمى القسطرة في بطنك سنكمل ان شاء الله